اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقات راسخة تشهد على الدوام نموا يسند الى ارث تاريخي قائم على الاخوة والترابط واكد سموه ان هذه العلاقات تحظى بكامل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم واخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله منويا سموه بمستوى التعاون الثنائي والحرص المشترك على مواصلة تعزيزه بما يسهم في نماء والزهار البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أعرب سمه عن ترحيبه بمعالي الوزير في بلده الثاني مملكة البحرين ونوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط متينة وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مستوى متقدم للتكامل بين المملكتين الشقيقتين وضع وتنفيذ المرئيات التي تسهم في تقوية منظومة التعاون الثنائي وخلال اللقاء تم استعراض جهود البلدين الشقيقين في تعزيز ونشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش والتأكيد على أهمية التمسك بها كثوابت كونها أحد الركائز الرئيسة التي تسهم دوما في تحقيق الخير والسلام للجميع لفتاً سمه إلى الدور المؤثر والرئيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية من جانبها أعرب معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة نحو مزيد من التكامل الذي يعود أثره على البلدين والشعبين الشقيقين متمنياً لمملكة البحرين دوم التقدم والازدهار